هي طبعاً بدايةً بشكرك على ظهورك ووجودك معنا على شاشة الاهلي وخليني أسألك في البداية بما نحن نكلم عن المطعة وعن السامبا البرازيلية جيل 98 لو في أحسن حالات وواجه جيل البرازيل الحالي بقيادة كوتيني وفيرمينو ونيمار يكون الغالب المين من وجهة نظرك؟ احسن كوتيني نعم 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 من المطعة الجيل البرازيل حالات انا طبعاً من تمي لجيل الادم جيل 98 وطبعاً كبار برازيلية تغيرت كثير من 98 حالة دلوقتي وطبعاً الفريق البرازيلي طبعاً هو الفريق مفضل لكورة القدم بالنسبة لكل مشاهدين العالم ولو قررنا الجيل القديم 98 مع الجيل دلوقتي وحتى في الثمانيات حتى الجيل 86 طبعاً الفرق النهار ده الفرق مش ثابتة الزمان الفرق كانت ثابتة عن كده دلوقتي لكاترة اللعيبة فالفرق مش ثابتة دائماً بتتغير اللعيبة اللي فيها لكن نسخة 98 أقوى ولا نسخة 2021 أو خلينا نروح لكاسة العالم 2022 نفتح السكة الكلام عن كاسة العالم شوية نسخة 98 أقوى نسخة 2021 أقوى هل شايف أنه البرازيل عندها قدرة على أنها تنفس أو أنها تحقق لخب كاسة العالم اللي هيتلعب كمان يعني شهور قليلة موسيقى 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 والله أعتقد أن فرص برازيل مش قوية أنها تفوز بكاسة العالم في قاطر فرصها مش قوية زي الأول يعني على مدار أجيال مختلفة كان المنتخب البرازيل الحقيقة مدجك بالنجوم يعني ما تقدرش تقول أنه مش بس الحداشر اللي في الملعب أنه قيمة البرازيل كلها عبارة عن نجوم من التراز العالمي وحتى الجيل بتاعك يمكن اللي بنشوفه لقطات دلوقتي يعني رونالدو طبعا الأسطورة رونالدو واحد يمكن يكون أهم مهاجم أهم من حامل رقم تسعة في على أقل في الفترة اللي أنا عاشت فيها وشفت فيها كورة كاكا كافو روبيرتو كارلوس رونالدينيو وغيرهم من نجوم لكن النهاردة البرازيل ما بقتش تقدم لنا الكم ده أو العدد ده من نجوم وبالكاد يمكن النهاردة تلاقي حد عارف اسم أو اتنين باستثناء فيرمينو وباستثناء نمار ما حدش عارف قوي نجوم الكرة البرازيلية من وجهة نظرك إيه السبب ده؟ أعتقد أن خلوة منتخة البرازيل من نجوم زي الأول أن البلد ما يعني أن النجوم أو الكرة قلم ما تطورتشي بالتطور في أمريكا اللاتينية لأن الكرة في البلد ما تطورتشي بالتطور في أوروبا وحتى في أمريكا اللاتينية نقدر نقول حتى أن الفريق الحالي مش منظم مش بيحترم الموعيد مش بيحترم القواعد اللي بتحطره زي الفرق بتاعة الفرق القديمة طيب لو كلمتك على نمار على وجه التحديد بداية خلينا أشوف هل بتتفق أنه نمار تزلم في السنوات الأخيرة بسبب عدم حصوله على لقب أفضل لعب في العالم وأنه المنافسة كان دايما يعني بتحط أو بتفضل اسم ميسي واسم كريستيانو رونالدو في المرتبة الأولى حال شايف أنه فيه ظلم ووقع على نمار في السنوات الأخيرة لا أنا أعتقد مع نمار لعب كويس جدا وبس هو بينقوصه بس جزء من البيهيفور بتاعه وتصرف بتاعه يعني ما يقوله أو صفات شخصية يعني مش قدر يكتسبها أو لازم يركز أنا شايف أنه لازم يركز في كرة القدم أكتر وأنه مش مركز زي العيبة التانيين هو دايما مشارد وتحس أنه وتايه ومش مركز ومش مركز في كرة قدم هو لعب كويس وأكتر واحد ممكن يلعب كويس في الفريق قوة الملعب ولكن هو سلوكه الشخصي مش منضبط أعتقد في حد في تشكيلة منتخب البرازيل بيفكرك بنفسك يعني تعتبره ستايل أو امتداد لأسلوب لعب زي كارلوس مع منتخب السامبا؟ لا ما أعتقدش دلوقتي يعني دلوقتي هو نمار أفضل واحد في اللعب في الكرة بس هو مشكلة في سلوكه الشخصي وفي عدم تركيزه في اللعب بالمناسبة نمار كان ليه تصريح يمكن في الفترة الأخيرة أنه كاس العلم اللي جاي ممكن يكون كاس العلم الأخير بالنسبة له إزاي قرأت التصريح ده؟ لا أعتقد أنه بس بيتكلم بس بس مش هيعمل كده هو بس بيتكلم لا هو اللعب ساعد بيقول حاجات تصريحات عشان نجذب الانتباه ليه ولكن ده ما أعتقدش أنه سيكون موقفه الفعلي وإذا سألتك على ترشيحات المحبين والخبراء ووسائل الإعلام لجايزة أفضل اللعب السندي أسماء كتير بترشح كريستيرانو رونالدو وليوني الميسي بحكم العيدة أعتقد مش بحكم المستويات اللي بيقدموها السندي داخل في الترشيحات لعب زي كريم بنزيمة داخل لعب زي روبرت ليفندوفسكي بالتأكيد محمد صلاح النجم المصري لابد أن يكون حاضر ونيمار ما أقدرش أستبعده وهو كيليا نيمبابي مين من وجهة ناظر زي كارلوس يستحق اللقب الأفضل السندي أعتقد أن الجايزة تنحصل بين كريستيرانو كريستيرانو رونالدو وليونيسي وصلاح لكن نيمار مش مركز زي ما قلت لحضرتك مش مركز في اللعب فما أعتقدش أنه هو يستحق الجايزة زي التلاتة الأولينيين هو جدا بتنحصر ما بين التلاتة ما بين كريستيرانو رونالدو وما بين ميسي هو بين محمد صلاح وانا عن نفسي بأيد محمد صلاح زي كارلوس طبعا نجم المنتخب البرازيلي بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق إحنا محدش يقدر ينكر أبدا حبنا وعشقنا لنجوم الصنبا وبالمناسبة الجيل لحضرتك